مخلوقات مليئة بالأسرار لسلوكها الغريب هل فكرتم يوماً أنه يمكن أن يكون لديهم قدرات خفية؟ اكتشف الباحثون سراً من أسرار الكطب الذي ستندهشون منه للا سماعكم له أراهن أنه إذا لم يكن لتكن كطة في منزلكم سترغبون في امتناك واحدة على الفور بعد مشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية تعتبر الكطب في الإسلام حيوانات طاهرة أول الكائنات المخلوقة بعد أول إنسان سيدنا آدم عليه السلام أولئك الذين لديهم قطة في المنزل يعرفون جيداً في بعض الأحيان تحدق قطتكم لنقطة معينة دون أي سبب على الإطلاق ويبدو الأمر كما لو أنها تتباصل مع شيء إن لا يمكنكم رؤيته في بعض الأحيان لابد أن يرعبكم الأمر متاردات لأشياء فير معروفة لا نراها الهروب والاختباء من العدم دعونا نواجه الأمر القطة مخلوقات غريبة جداً عندما ندخل في البعد الروحي للأمر نرى أن الكطة هي أهم الحيوانات المشاركة في الدراسات الروحية عبر التاريخ بالإبافة إلى ذلك تستطيع كطتكم فهم حالتكم المزاجية وتجعلكم تشعرون بتحسن من خلال الاسترحاء تبعدكم عن الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي تتطور الأجهزة المناعية ضد مسببات الحساسية لدى الأطفال الذين يكبرون مع الكطة أو الكلاب من حولهم في سن مبكرة إذا إذا اقتربت كطة منكم وقامت بفرق رأسها بكم تذكروا أن هذه قد تكون علامة على أن الموضوع قد يكون مرتبطاً بكم بشكل مباشر وليس بجوع الكطة سأعود إلى هذا الموضوع الظافت لنظر بعد قليل تعرف الكطة بكونها حيوانات غير اجتماعية ولا تحب التواصل عادة إلا أن مربي الكطة يعلمون أن هذه الأقاويل خاطئة تماماً حب ورأفة الكطة لكم ستشعلكم بالتحسن وتقلل من شعوركم بالاكتئاب إذا كان عدد أصدقائكم قليلاً أو إذا كان أصدقائكم يعيشون بعيداً فستلعب كطتكم دوراً مهماً في تقليل الشعور بالوحدة الذي قد تشعرون به آنذاك من شأن قضاء وقت مع كطتكم لدى عودتكم في نهاية اليوم أن يرفع من معنوياتكم بشكل رهيب دعونا نذكر بإيجاز ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام بشأن الكطة وما هي رسالة التي حاول نبينا إيصالها إلينا عن طريقها كطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مهزة كطة حبشية سوداء وبيباء كان لديها بعض البقع على فكها العلوي يقال إن معزة كانت كطة ضالة وقد تم إنقاذها بفضل النبي صلى الله عليه وسلم من صحاري مكة الحارقة ووفقاً لبحث تم إجراؤه في جامعة من السلطة فإن الأشخاص الذين لا يمتلكون كطة هم أكثر عرضة بنسبة أربعين بالمئة للوفاء بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية من الأشخاص الذين يقومون بتربية الكطة في منازلهم أحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم القطة كثيراً لدرجة أنه في أحد الأيام نامت كطته على ردائه وهو جالس ما فعله نبينا عندما اقتر إلى النهوض من مجلسه كان مثالاً لجميع محبي الحيوانات قام نبينا الذي لم يرذب في إسعاج القطة التي كانت نائمة وهي تخرخر بقص الجزء الذي كانت القطة مسترفية عليه من ثوبه وقام دون أن يكفها في حالة أخرى موثيرة للاهتمام رأى رسول القطة تشرب من الوعاء المملوء بالماء حيث يتوضى انتظر النبي حتى تنتهي من شرب الماء هناك ليتوضأ بما تبقى من الماء حتى أن أحد الصحابة هناك قال تبقفوا يا رسول الله فهذا الوعاء شربت منه القطة فقال رسول الله إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات تفهم الأحكام التالية من هذه الأدلة الواضحة من الأحاديث وعلماء المسلمين أولاً القطة ليست بحيوانات نجسة بل هي طاهرة ثانياً بما أنها ليست حيوانات نجسة فيمكن الوضوء من الماء المتبطي في حال شربت من وعاء الوضوء وفرت دراسات جديدة أدلة على أن خرخرة القطة تعمل في الواقع كجهاز علاجي ليس فقط لإعادة تجديد الجسم ولكنها أيضاً تسرع عملية شفاء العظام والطعباء المصابة هذا يشير إلى أن الخرخرة بالتأكيد تلعب دوراً تطورياً كنوع من أنواع آليات البطاء على بيد الحياة بالإضافة إلى ذلك يقول بعض العلماء مثل بديع الزمان سعيد النوسي إن الخرخرة التي تصنعها القطة هي صلاة على شكل يا رحيم يا رحيم وإن الكطة تشكر الله تعالى وتحمده بهذه الطريقة في النهاية إنها حيوان وكما نعلم اليوم فهي تؤوي ميكروبات وبكتيريا قد تسبب لنا بعض الأمراض أخيراً وكما تعلمون فصل الشتاء على الأبواب وأتمنى أن يكون كل شخص منا بوطع وعائمات وطعام وبيتاً من الوراق المقوى لحمايتهم من البرد أمام منزله فهذه المخلوقات الجميلة أعطاها نبينا أهمية كبيرة من يدري كيف ستعود إليك هذه الحسنة التي ستفعلها للقطة؟ تذكروا دائماً أننا نحن المسلمين يجب علينا أن نعيش ونطبق ديننا بأفضل الطرق وأن نهامل كل ما خلقه الله بالحب والاحترام لا ينبغي للمسلم أن يؤذي أي حيوان بأي شكل من الأشكال لا فرط بين قطة أو كلب أو حتى حيوانات الأباحي فكلها مخلوكة من كبال واحد أحد لا يجب أن نعذب أو نؤذي أي منها بأي شكل من الأشكال لا يجب أن نعذب أو نؤذي أي منها بأي شكل من الأشكال